موسيقى مرحبا بحضرتكم مشاهدين الكرام في نشرتكم الإخبارية من قناة انفانت كاتغ أقام صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولي الرشيد وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء بالقصر الملكي باري باطم سيم دوبة عشاء رسمية على شرف رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة سيد إمانويل مكرون وحرامه وسيد بريجيت مكرون ولد وصوله إلى القصر الملكي استعرض الرئيس والفرنسية الذي كان مرفوقا بسيد حرامه تشكيلة من الحرس الملكي أدت تحية حضر هذا الحفل على الخصوص رئيس الحكومة ورئيس مجلسي النواب والمستشارين ومستشار جلت الملك وأعضاء الحكومة وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي وعدة شخصيات مدنية وعسكرية وفي ختام حفل العشاء ودعى جلت الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات للا خديجة وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء ضيفة الكبيران هذا وجدد رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة سيد إمانويل مكرون التأكيد بقوة على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه وذلك خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان المغربي هيشان فرحان والتفاصيل أمام غرفتي البرلمان المغربي جدد رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إمانويل مكرون التأكيد بقوة على دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه مذكرا بذلك بالموقف الواضح والقوي الذي عبر عنه في الرسالة التي وجهها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش أجدد تأكيد على ذلك هنا أمامكم بالنسبة لفرنسا فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية الرئيس الفرنسي عبر أيضا باسم بلاده عن الالتزام بالوقوف إلى جانب المغرب في الهيئات الدولية مخطط الحكم الذاتي لسنة 2007 يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة إمانويل ماكرون أضاف أمام منتخبية الأمة أن فاعلي فرنسا لاقتصاديين ومقاولاتها سيواكبون تنمية الصحراء المغربية من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة وتضامنية لفائدة الساكنة المحلية هذا التطور المهم في موقف فرنسا وضعه الرئيس إمانويل ماكرون في إطار سياق إقليمي يتعين أن يمنح الأسبقية للتعاون والتشاور هذا الموقف لا يعادي أحدا فهو يسمح بفتح صفحة جديدة بيننا ومع كل من يريد العمل في إطار التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومع دول جوار المغرب والاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي أكد بالمناسبة كذلك أن المغرب وفرنسا ظل طوال العقود الماضية حالفين مخلصين في الأوقات الصعبة وباعترافها بالحقوق الراسخة للمملكة تؤكد فرنسا من خلال هذا الخطاب التاريخي الذي ألقاه رئيسها تحت قبة البرلمان على عمق الروابط بين الدولتين والشعبين كما دع الرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل مكرون إلى تطوير شركات جديدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من خلال تعبئة كل قوانا قال مكرون الاقتصادية والتكنولوجية والأكاديمية وكذلك الفنية الرئيس الفرنسي السيد إمانويل مكرون يدعو إلى تطوير شركات جديدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من خلال تعبئة قوى البلدين الاقتصادية والتكنولوجية والأكاديمية والفنية السيد مكرون أعرب في خطاب ألقاه خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بمناسبة زيارة الدولة التي بدأها الاثنين للمملكة بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن قناعته بأن تعزيز المصير المشترك بين البلدين في المجالات الأساسية سيساهم في التنمية والتحكم في زمام المستقبل تعزيز المصير المشترك بين البلدين في المجالات الأساسية سيساهم في التنمية والتحكم في زمام المستقبل فالواقع الحالي يتطلب هذه الشراكة الاستثنائية بين البلدين في صاحة دولية تشهد أيضا تحولات متسارعة وفي الوقت الذي قررنا فيه أنا وصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن نكتب معا كتابا جديدا أود أن أشارككم يقيني بأن هذه العلاقات ستستمر في التوتض من دون توقف السيد مكرون شدد على أهمية التحول الطاقي ومكافحة الاحتباس الحراري وهو المجال الذي يدطلع فيه المغرب وفرنسا بدور بارز على الساحة الدولية مشيدا بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة بشأن قضية الماء والتكيف المغرب لديه الكثير ليقدمه لباقي العالم فالمملكة الغنية بمزارع الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح من بين الأكبر في أفريقيا وضعت الإطار الذي سيمكنها قريبا من أن تصبح فاعلا أساسيا في مجال الطاقة المتجددة سواء تعلق الأمر بالإلكترونات أو الهيدروجين الأخضر رئيس الجمهورية الفرنسية أعرب عن اقتناعه بنجاح ليس فقط في إزالة الكربون من الاستهلاك المنزل والصناعي في المغرب بل أيضا بقدرة المملكة على تقديم إمدادات محلية مستقرة وآمنة لأوروبا بطريقة تكاملية السيد مكرون أكد أن تواجد القطاعات الصناعية الحيوية مكن من جعل المغرب منصة إنتاج فعالة ومتكاملة بالنسبة للصناعات الفرنسية والأوروبية مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة من العالم منذ الأزمة الصحية تتطلب التفكير في طريقة مستدامة في إدماج سلاسل القيمة بين أوروبا وإفريقيا وفيما يخص الجانب الاقتصادي أكد الرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل مكرون برباط أن الاستثمارات العمومية لبلاده ستستمر بالمملكة المغربية بما فيها السحراء وأبرز السيد مكرون في كلمة أمام أرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين في ختام لقاء ريادة الأعمال المغرب فرنسا أن المملكة هي الزبون الأول للوكالة الفرنسية للتنمية من حيث الاستثمارات مضيفا أن الوكالة ستواصل تمويل المشاريع بالمملكة بما فيها تلك التي تنجزها المقاولات الفرنسية بالسحراء وأكد في هذا الصدد أن فرنسا تعتزم تطوير شركات اقتصادية عادلة ومربحة للجانبين مع المغرب بالنظر إلى أوجه التكامل المتعددة بين اقتصادي البلدين يقول السيد إمانويل مكرون في جانب آخر في ديبلوماسية هذه المرة أكد وزيره الشؤون الخارجية والتعاون الفريقي والمغارب المقيمين بالخارج سيد ناسر بوريطا برباط أن الديبلوماسيتين المغربية والفرنسية بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ستنخرطان في روح الشركة النموذجية والاستثنائية الوطيدة شيما باك الديبلوماسيتين المغربية والفرنسية ستنخرطان في روح الشركة النموذجية والاستثنائية الوطيدة ذاك ما أكده وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناسر بوريطا عقب مباحثات أجراها مع الوزير الفرنسي لأوروبا وشؤون الخارجية السيد جون ويل باغو بالرباط الديبلوماسيتين المغربية والفرنسية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ستنخرطان في روح الشراكة النموذجية والاستثنائية الوطيدة وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية السيد جون ويل باغو من جهته أكد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل مكرون أرسية بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة بدعوة من جلالة الملك دعائم إعادة بناء حقيقية لشراكة الاستراتيجية بين البلدين ديبلوماسيتين البلدان ستحرصاني على أن تتم أيضا ترجمة الروح التي سادت المباحثات بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي على مستوى الممارسة اليومية في العلاقات الثنائية هنا يكمن الطموح الذي يعكسه الإعلان الذي وقعه قائداء البلدين والمتمثل في بناء وتطوير شراكة استثنائية معززة في جميع المجالات مع تحديد ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في التقارب السياسي في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة وتعميق الشراكة الاقتصادية خاصة في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة الدبلوماسي الفرنسي أضف بالمناسبة أن هذه الشراكة الغنية يتعين تحويلها الآن نحو المستقبل مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقية الثنائية التي تم توقيع عليها بحضور صاحب الجلال ورئيس الجمهورية الفرنسية بالإضافة إلى حوالي عشرين اتفاقية أخرى تم توقيع عليها خلال لقاء رياضة الأعمال المغربي الفرنسية هذا وأعلن وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جون ويل بارو بياريباط أن فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنسلي والثقافي بالسحراء المغربية من أجل إحداث رابطة فرنسية وقال الوزير الفرنسي خلال لقاء صحفي عقب مباحثات مع وزير يشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناسر بوريطا قال سنعمل على تعزيز حضورينا القنسلي والثقافي من أجل إحداث رابطة فرنسية وجدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذه المناسبة عزم بلاده تطوير شراكة مغربية فرنسية في مجموع تراب المملكة بما في ذلك السحراء المغربية مذكرا الوزير بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل مكرون أمام مجلسي البرلمان والذي أكد فيه أن حاضر ومستقبل السحراء يندرجاني في إطار السيادة المغربية ونعود مشاهدين الكرام للحديث والتطرق إلى خطاب السيد إمانويل مكرون وأيضا لكل الاتفاقية التي وقعت بين فرنسا والمغرب في إطار عهد جديد من العلاقات المغربية الفرنسية سماه مكرون الكتاب الجديد بين فرنسا والمغرب قصد ذلك نستضيف في الستوديو بوسلهام عيسات الباحث في الدراسات السياسية والدولية أستاذ بوسلهام مرحبا بكم أهلا وسهلا تحية لك وللمشاهدين الكرام مرحبا بكم أستاذ بوسلهام اتفاقية عديدة شركة عديدة ربما جمل ورسائل كثيرة استخلصناها من هذه الزيارة التاريخية للسيد مكرون قبل ربما أن نتحدث عن كل الشركات وأيضا فيما يخص خطاب السيد مكرون كيف تلخص هذه الزيارة للرئيس الفرنسي نعم سيدي الكريم هي زيارة تاريخية عنوانها تدشين مرحلة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تستند إلى أولا النهوض بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين واستثمار المكتسبات وهذا المكتسبات يعني الروابط التاريخية وكذلك علاقات التعاون التي تجمع ما بين البلدين مرحلة جديدة تدشين لأفق جديد قوامه وعنوانه أولا يعني الاعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة المغربية على صحرائها وبأن مقترح الحكم الذاتي يعتبر الحل الوحيد والأوحد الذي يمكن في إيجاده إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل مرحلة تجد جديدة تدشين لتوطيد علاقات اقتصادية نحن اليوم أمام حوالي 22 اتفاقية وقعت بين نظر جلالة الملك وفخامة الرئيس الجمهورية الفرنسية وكذلك اتفاقيات أخرى مواكبة وقعت ما بين الفاعلين الاقتصاديين بمعنى الوفد الاقتصادي ورجال الأعمال الذين رافقوا رئيس الجمهورية الفرنسية حوالي 18 اتفاقية نتحدث عن دعم الذي ستقوم به الوكلة الفرنسية للتنمية ومخصص وموجه للاستثمارات يعني تعبئات الاستثمارات التي تتوجه نحو الأقاليم الجنوبية إذن نحن أمام مرحلة جديدة مرحلة تاريخية جديدة نحن كتاب جديد كما جاء على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية مرحلة تاريخية تؤسس لعمق هذه الروابط التاريخية التي تجبع بين البلدين وكذلك هي مرحلة تنسجم وفق النموذج التنموي الجديد للمملكة في سنة 2025 وتنسجم كذلك مع خطة الفرنسا نحو 2030 بنظرتكم أستاذ عيسات للمشهد اليوم كيف يبدو المستقبل ما بعد هذه الزيارة التي وقعها سيد مكرون إلى المغرب وكل هذه الشركات والاتفاقية التي وقعت كيف يبدو ربما مشهد المستقبل بنظرتكم بالنسبة للمشهد المستقبل كما أشرت على أنه كله أفق نحو توطيد هذه علاقات التعاون بالنظر إلى التعبير الصريح والدعم الصريح للجمهورية الفرنسية ووضوح موقفها إزاء مغربية الصحراء وإزاء سيادة المغرب على كامل ترابه هي مرحلة تدشي كما أشرت عليه مرحلة جديدة يكون من خلالها المغرب إن كان سبقا منذ عودته وفي اختياره الدستوري لتكريس التعاون جنوب جنوب ومنذ عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي وتوطيد هذه الشراكات مع دول إفريقيا وأصبحت أقاليم الصحراء المغربية بوابة للإشعاع الاقتصادي وبوابة لتعميق هذه الشراكة جنوب جنوب يكون المغرب فاعل فيها اليوم نتحدث بأن دول أوروبا وبما في ذلك فرنسا تعتبر على أن المغرب هو بوابتها نحو إفريقيا المغرب هو المدخل نحو إفريقيا أقاليم الصحراء المغربية هي البوابة وهي تشكل مصدر إشعاع إقليمي يجعل منطقة الصحراء المغربية ومنطقة غرب إفريقيا والصحراء والمنطقة الأطلسية برمتها على مستوى القارة الإفريقية تكون في صلب هذا الإشعاع وهذه الدينامية نحن اليوم أمام دينامية جديدة نحن اليوم أمام فرصة جديدة لكل الدول التي تريد أن تستمر في الصحراء المغربية بشريطة أن تخرج من المنطقة الرمادية وأن تكون نظارتها هي المنظار الذي ينظر به المغرب أن تكون تحدد موقفها عنصر أساسي حدده جلالة الملك في خطابه التاريخي وهو ما جعل مجموعة من الدول اليوم البارحة كان هناك وفد أسترالي يزور أقاليم الصحراء المغربية وشاهد طبيعة الدينامية التي شهدتها المنطقة وعبر عن ارتياحه بشكل كبير إذن نحن اليوم بفضل هذه الرؤية المتبصرة لجلالة الملك وبفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوية منذ سنة 2015 وبفضل هذه الدينامية اليوم فرنسا تعتبر دولة بمجلس الأمن سيكون ما يكون ويكون لهذا القرار وهذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الدولة باعتبارها دولة دائمة وفاعلة بمجلس الأمن الإكوادور مؤخرا كذلك باعتبارها عضوا غير دائم تترقب وتنظر إلى ما يجري داخل مجلس الأمن هناك تحولات في هذا الملف أستاذ عيسات بربما تحليلكم ونظرتكم إلى كل ما تترق إلى ذكره السيد مكرون وأيضا إلى كل هذه الاتفاقيات هناك عنوان المغرب فرنسا شاركة ماذا عن الاستفادة ربما أيضا المتساوية بين الجانبين ما الذي ستستفيده اليوم فرنسا من هذه الشاركات والمغرب خصوصا على المستوى الإقليمي والإفريقي نعم سيد الكريم كما تعلمون على أن إعلان الشاركة الاستراتيجية الذي وقعه جلالة الملك والرئيس الفرنسي وضع خطة أو إطار مبادئ عامة يعني يشكل مرجعية يتم الاشتغال في ضوئها وتم التذكير بمجموعة من المبادئ الأساسية داخل الإعلان هي أولا مبدأ عدم تدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية واحترام مبدأ السيادة يعني مبدأ السيادة وكذلك الثقة والشفافية وغيرها من الأمور التي تم المبادئ التي تم الإشارة إليها إذن هي كلها مبادئ مقطرة لهذه العلاقة يعني هناك سيتم توطين يعني واحدة المجموعة يعني الشركات الفرنسية على مستوى طبيعة أنشطتها على مستوى الأقاليم الجنوبية سواء تعلق الأمر أولا بالطاقة الريحية أو يعني الانخراط في ورش يعني التنمية المستدامة لما نعرفه من هذه التغييرات المناخية وغيرها لك يعني الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء أيضا نتحدث عن البنية التحتية البنية التحتية بما في ذلك يعني القطارات من دون شك كذلك مشروع تحلية يعني مياه البحر ومبوب الغاز الذي يعني هو يشكل فضاء ومنعطفا تاريخيا لتحقيق التنمية إذن نتحدث عن هذه المقاربة التي أشار إليها جلالة المالك في خطاب التاريخي في الاتحاد الإفريقي حينما إشار عن مقاربة التعاون جنوب جنوب ولكن مقاربة رابح رابح إذن اليوم الشركات الفرنسية تنخرط في هذه المقاربة في قطار ما يعرف بهذه المقاربة التي سطرها جلالة المالك وهي مقاربة رابح رابح بمعنى على أن الاستفادة ستكون لجميع سيتكون هناك تبادل للخبرات في مجالات شتة نتحدث عن اللقاحات نتحدث عن الأمن الصحي نتحدث عن الأمن الغدائي نتحدث عن البنية التحتية الرياضة كذلك تنظوم التظاهرات الكبرى ونحن نقبيل المغرب يشرف على تنظيم المونديال كانت هناك إشارات من مكارون البارحة لكل ربما من يقرأ ما خلف السطور كانت هناك إشارة من السيد الفرنسي حتى وإن لم يقولها وإنما ربما يقول بأن فرنسا حاضرة مع المغرب في مونديال 2030 فيما يخص ربما تجهيزات البنية التحتية ونحن نعرف بأن ربما الشركات الفرنسية الحاضرة بقوة في دار البيضاء في الرباط في طنجة في المدن المغربية تريد أيضا هي الأخرى أن تستفيد من هذا الملف واستثمار الدخمة نعم من دون شك لأن كما تعلمون أن هذه تظاهرات كبرى ستنظم من قبل إسبانيا والبرتغال والمغرب ومن دون شك بأن هذه التظاهرات الرياضية يعني جميع الشركات التي تكون فاعلة في تنظيم هذه التظاهرات الكبرى تبحث عن موطع خدم أو أن تشارك أو أن تكون فاعلة في إطار تنظيم هذه الدينامية لذلك فالرئيس الفرنسي أشار لهذه النقطة وهذا يعتبر أيضا بمثابة تسويق يعني لطبيعة هذه ما تنتجه الشركات الفرنسية يعني ما تنتجه كذلك وهو سيشكل كذلك فرصة بالنسبة للشركات المغربية أو لليد العاملة المغربية من أجل الاستفادة من الخبرات اليوم المغرب له تجربة كبيرة كذلك في تنظيم هذه التظاهرات ينبغي ألا ننسى هذه النقطة ويعني ساهم في تنظيم تظاهرات كبيرة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش وغيرها من التظاهرات وأيضا حتى على مستوى تأمين هذه التظاهرات يعني هناك المغرب أصبح نموذجا في ما يعرف بتأمين هذه التظاهرات الكبرى لأننا نعلم أن التنظيم طبيعة الحالية تطلب مجموعة من المسائل اللوجيستيكية لكن هذا التنظيم هو ما جعل الرئيس ماكرو يشير إلى هذه النقطة ويشير بأنه يحتاج إلى التجربة المغربية وإلى الخبر المغربية في تنظيم هذه التظاهرات من أجل تأمين هذه التظاهرات على المستوى المتوسط وكذلك على المستوى الأطلسي بمعنى على أن هناك تبادل للخبرات في هذا الفضاء سواء تعلق الأمر بالمجال المتوسطي وكذلك في مجال غرب إفريقيا أو إفريقيا الأطلسية إذا أردنا كسؤال أخير أستاذ بوسلهام إذا أردنا أن نضع مختصرا لهذه الزيارة التاريخية للسيد مكرون بتوقيعك ماذا ستقول؟ لا يسعني إلا أن أقول بأن تصور ونظرة جلالة المالك وتموقع المغرب اليوم جعل الدول الكبرى تموقع المغرب اليوم ووضع إطار مرجعي محدد وهو الوضوح في قضية الصحراء المغربية أعتقد بأن هذا الموقف الفرنسي سيساهم باعتبارها فاعلا وكما أجاء على لسان رئيس الجمهورية بأنها ستدعم المغرب في مختلف التظاهرات بمعنى على أنه موقف لرئيس الدولة وستكون له تبعات على مستوى ديبلوماسية الدولة وحضورها في مجموعة من الأمور إذن نحن ندشن لملحمة جديدة يقودها جلالة المالك ووراءه يعني شعبه الذي يتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد من أجل الدفاع عن التوابط وجاء في خطاب جلالة المالك بافتتاح البرلمان بأن قضية الصحراء ليست قضية للمالك وليست مسؤولية لمالك وحضوره وإنما هي مسؤولية ينبغي أن يتربأ وراءها الجميع إذن أعتقد بأن هذه المرحلة تدشن لمرحلة جديدة من أجل صون التوابط والدفاع عنها وأن يكون المغرب نموذجا يحتدى به في المنطقة وأنا شكرك شكر جزيل الباحث في الدراسات السياسية الدولية شكرا جزيلا لكم أستاذ عيسى بوسلهام على كل هذه القرآن أهلا وسهلا شكرا لكم أستاذ بوسلهام كالعادة لكم الشكر مشاهدين الكرام أيضا لكل فريق العمل لقناة 24 للقاء